طحفة قوي 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 جربوا الوصفة بالطريقة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعملين ايه? يا رب تكونوا بألف خير وبأحسن حالة. اهلا بكم في حلقة جديدة ووصفة جديدة. نعمل رز اصفر للمشويات او رز بسمتي اصفر. للمشويات ما هي كوبايتين من الرز المصري مخصول جيد كويس جدا. ومعلقة صغيرة ومن الكاري كونوحل وورقتين لورة وفصح بهان واحدة لومي وبصلاية تكون صغيرة. انا استعملت البصل قبل لانه بحلوة قوي فرز. معلقة سمنة ومعلقة زيت على النار. يسخنوا كويس وبعد كده هننزل عليهم بالبصلة المتقطعة صغير ويكون حجمها برضو صغير. انا هعمل كوبايتين رز بس. هسيب البصل لحد ما يدبل وهساعده برشة صغيرة خالص من الملح. حاجة بسيطة يعني ربع معلقة ملح. عايز تكون معانا اسرع ويدبل اسرع. اول ما البصلة بتدبل ما تاخدش لون تدبل بس. تحسوه خلاص هتبدأ دي اخد لون بنزل بالبهرات بتاعتي. اللورة ويفصل حبهان واللومي المجفف واحدة بس. ويمني ديها تشويح على النار عشان اطلع كل الروايح الحلوة اللي في البهرات الصحيحة دي. بعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من الكاري. واختاره بقى كاري نوعه حلو. علشان يدينا طعمه حلو للرز. تقليبة واحدة زي ما انتو شايفين كده وهنزل على طول بالرز بتاعي. ما بلقش فيه تحميس البهرات عشان ما اتمرارش معي. الرز ده مخصول ومتصف حلو جدا جدا. ده رز مصري. وهقلب البصل مع البهرات. مع السمنة ومع الزيت ومع الرز. حلو جدا جدا. خد وقتكو شوية في الخلقات ودي. انا عايزة كل رزات تتغلف بكل حاجة وبكل طعم موجود في الحلة بتاعتي. اللي حابب الرز بتاعي بأصفر قوي كده زي المطاعم. بنجيف آآ نص معلقة صغيرة كده من اي لون عندنا لون غزائي سايل او جل او بودر زي ما انتو عايزين بس انا مش بحب البودر قوي. بحب الجل. الجل ده انا دوبته فيه معلقة مية صغيرة. يعني خدت نقطة صغيرة من اللون ودوبته في معلقة مية صغيرة ونزلت عليه بالرز. طبعا الرز لون اختلف تماما بقى لونه اصفر قوي. نزلت على الرز بمعلقة صغيرة من الملح. وبست كده. ما نضيفش اي حاجة تانية ولا فلفل اصمر ولا حاجة الفلفل اصمر هيجمأ للرز شوية. حط بقى المية بتاعتي حوالي كوبايتين وربع من المية. انا بزود شوية مية لان في بصل اي رز في بصل بنازم نزود له شوية المية. كوبايتين وربع من المية. وما تدقوش بقى ورايا. يعني هو مزبوط ملح مزبوط وكل احساب بتاعنا ستوا. بصوا مفلفل ازاي وتحفة قوي. مزبوط جدا لونه حلو قوي 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 وطعمه منتهى الجمال. هتعتمدو في كل وصفات المشاوي بتاعتكم. تحفة قوي قوي قوي. جربوا الوصفة بالطريقة دي. بس كده اللحظة في الفيديو النهاردة. وحابين تشوفوني تاني يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. وتعملوا كمان لايك للفيديو جميل والكفتة التحفة دي. ولصلة الطحينة الجمدة جدا. اشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيزيو جديد. بحبكم جدا جدا في الله والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.